موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و أهلا بكم في آخر طبع بعد الاتفاق النووي بين إيران و الدول الغربية تطرح تساؤلات عديدة عن مسارات ومآلات القضايا الشائكة في المنطقة الملف الرئاسي في لبنان إحدى هذه القضايا فكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذا الملف و هل يحمل الاتفاق بوادر إيجابية لحل حلته أم أن النووية يبقى نوويا و السياسي سياسيا و هل ستتغير مواقف بعض الأطراف السياسية في لبنان في هذه المرحلة الجديدة حيال الملف الرئاسي و الملفات العليقة الأخرى للحديث عن هذه القضايا مشاهدين و غيرها يسعدني أن أستضيف السيد رجائد رئيس حزب السلام اللبناني أهلا و مرحبا بك سيد رجائد مرحبا عليكم و عليكم الخير و إن شاء الله يكون خير و سلام على العالم اليوم عايش حياة صعبة جدا بمحيطنا نتمنى ذلك في حديث سابق لك سيد رجيه قلت إن الشغور الرئاسي في لبنان بات مرتبطا بمسار المفاوضات الإيرانية الغربية نعم اليوم و بعد هذا الاتفاق النووي نعم الذي حصل بين إيران و السوداسية الغربية ماذا تقول أنا راجع من واشنطن يعني مدة أسابيع كنت في واشنطن يعني قبل ما يتوقع الاتفاق بس كنت بأجواء جيد يعني عندك أخبار جديد طازل نعم طبعا و كان عندي صورة على الوضع أعتقادي و قناعتي اليوم أنه هذه الناحية أو الملف اللبناني لم يكن على الطاولة بأي شكل من الأشكال لم يكن على الطاولة لأنه حتى يعني في التصريحات تصريحات المشاركين الإيرانيين والمسؤولين الغربيين تحدثوا عن أنه ما يدور على طاولة المفاوضات هو القضايا التقنية المتعلقة بالملف النووي وليس الملف الأمور لمح للأمور اللي كانت تحت الطاولة واللي فوجئت بها أكثر الشخصيات المشاركة بالمفاوضات الشخصيات الأوروبية المفاوضة مثل شو وهو ملف رفع العقوبات عن اللواء قاسم سليماني وعن فيلق القدس يعني عن ملف تصدير السورة بينما في المفاوضات الثابقة بين 2003 و2005 تولها شخصيا الرئيس الروحاني عندما كان المفاوض عن إيران كان في ملفين متكاملين أمين مجلس الأمن القوم الإيراني نعم وفي حينه بجلل علاقة عن الرئيس الروحاني كان في حينه صحيح كان في حينه كبير المفاوضين وأمين المجلس الأمن القوم الإيراني نعم فإذا عنده خبرة جناحين الملف الجناح التصالحي على صعيد إعادة إيران إلى التصالح مع العالم عن النظام الدولي أنت فيك تكون بالنظام الدولي وما تكون أكثر مما هي الصين أو مما هي روسية يعني أن تكون في النظام الدولي شيء وأن لا تكون فيه شيء آخر بس هذا لا يعني أن تكون تابعاً للولايات المتحدة الأمريكية أو في الحظيرة الغربية حتى في الحظيرة الغربية ندرك أن هناك توجه أوروبي يختلف من دولي إلى دولي مش بس من أوروبا إلى أمريكا فتنرجع على الجوهر قبل أن نعود لهذه النقطة هل ما هذا الملف الأخطر أنا بنظري اللي وضع على الطاولي بالمفاوضات باللحظة الأخيرة حتى بس هذا التفصيل أنه ما عادي نحكي عليه أبداً في الإعلام وراح يكون من أهم الملفات التي ستصار في الصراع في الكونغرس للحصول على هالصوتين أو ثلاث أصوات بزيادة من الديمقراطيين لرفض الاتفاق اليوم بحاجة الحزب الجمهوري الذي يتولى معارضة الاتفاق إلى صوتين من ثلاث أصوات ديمقراطي بزيادة يعني بدي يصال للأربعة وثلاثين صوت حتى يقدر يغلب الفيتو اللي أعلن عنه الرئيس أوباما بالنسبة للتصويت ضد الاتفاق بالكونغرس باللحظة الأخيرة هذا الملف وضع على الطاول فوجئ به الجميع إنما كان واضح إنه هالملف منه مرتبط بكل ملفات المنطقة إنما بملف رئيس في المنطقة وهو ملف التحالف بمواجهة داعش هناك تعاون ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي هذا هو السبب التوجه إلى اتفاق هذا هو السبب وهذا هو السبب الذي ستعمل لأنه التعاون قائم إنما قائم بشكل غير مباشر عندما تتحرك مثلا الميليشيات والجيش العراقي بمسائرة أميركية طالما هي تقود التحالف ضد داعش كنا نلاحظ أنه في تحفظ بمرحلة أولى لسيما عندما يكون هناك على الأرض اللواء قاسم السليماني وقوات إيرانية إنما اليوم في حاجة للقوات الإيرانية لي مش بس ربح المعركة اللي خوضها المعركة على الأقل دفاعيا لأنه خلينا نكون واضحين رئيس الأركان الأميركي بالأمس وهو الأكثر الناس اطلاعا دمسي بيقول الحرب على داعش تأخذ بين عشر وعشرين سنة طيب عم بيقولها بذات اليوم اللي في إعلان من الملة عمر بتشريع المفاوضة مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الطالبان يعني عمل يقولها حتى كمان يوجه رسالة أخرى أنه الدولة الإسلامية قد لا نتمكن قد ننتصل على داعش إنما قد لا نتمكن من إلغائها الواقع الذي سيخلق خلال هذه المرحلة قد لا نتمكن من تغييره فنتعامل معه هذه الواقعية الأمريكية بالنهاية كله ينتهي بمفاوضة على الأرض طيب يعني أنت تقول أن الإدارة الأمريكية ترغب اليوم في أن تكون إيران دولة بالنسبة لها بالنسبة لأمريكا دولة كروسيا أو كالصين ولا ترغب بأن تكون إيران ككوريا الشمالية صحيح؟ أم ترغب بأن تعود إيران إلى أو تجزب إيران بشكل معين في المستقبل كوريا الشمالية خارج النظام الدولي كوريا الشمالية خارج النظام الدولي وما يحمي إلى حد كبير ويضغط بأن واحد على كوريا الشمالية هي الصين فعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين هي الضامن بالواقع لإبقاء كوريا الشمالية في إطار معين أنا أريد فيما يتعلق بإيران المضع يختلف صحيح أنا أريد استنتاج كيفية أو ما هي العلاقة من خلال كلامك ما هي العلاقة في المستقبل بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل ما هي العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أو بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى أوروبي نحن بعالم متعدد الرؤوس والولايات المتحدة الأمريكية بالمنحة المعتدل الليبرالي الذي تعتمده عادة القيادات الديمقراطية ومنها الرئيس أوباما وأكثرها الرئيس أوباما تميل إلى أن لا تتحمل الولايات المتحدة لمسؤولية الحرب المطلقة ولا كلفة السلطة المطلقة تفضل أن تشارك الحرب المطلقة يعني مثل منصات الحرب على النازية أو الحرب على اليابان هذه الحرب المطلقة absolute war وفي أنواع نوع آخر من الحروب اللي هو spoiling war مثل تحط لبن بالحليب حتى تروي بالحليب ويصير كله لبن هذا السلوب الآخر اللي أقل كلفة وهناك تعاطف فيه براغماتي بأين واحد خلينا نرجع لما يعني لبنان بعد أن نرجع للملف المفاوضات قبل لبنان سنتحدث بشكل مسهب في ما يتعلق الموضوع لبنان ولكن موضوع مكافحة الإرهاب في المنطقة برأيك هل سنصل في مرحلة معينة طالما أنه الهدف كما تحدث الذي دفع أمريكا إلى عقد هذا الاتفاق النووي التاريخي مع إيران هو ملف مكافحة الإرهاب هل سنشهد في المستقبل تنصيقا أمريكيا إيرانيا مباشرا فيما يتعلق بهذا الملف قد يمهد إلى تنصيقات إيرانية أمريكية أخرى في ملفات عالقة في المنطقة لا شيء في المستقبل فورا فورا بدأت التعاون منذ حين سمع الرئيس وصلوا للرئيس كلام من الكونغرس أنه في أمور عملي يقوم فيها تخضع للقانون الأمريكي لأنه التعاطي مع أي منظم مصنفي بالإرهابية يخضع للقانون الأمريكي ويكون خارق القانون الأمريكي فبمجرد أنه رفع الحظر عن اللواء قاسم السليماني وعن فيلق القدس إذن عن أدواتهما كذلك لو ما رفعوا مباشرة مثلا نسبة موضوع الأرهاب عن حزب الله ما رفعوها إنما بالواقع صار فيه إمكانية تعاون مع البازدران فيه إمكانية تعاون مع أي عمل عسكري عم يصير إما في سوريا أما في العراق بقيادة قاسم السليماني اللي هو الاسم اللي يمثل حالي مش أنه الاسم عم بحكي على الاسم كاسم فيه تغير مكرة مش هذا الموضوع خلال زيارتك لواشنطن حتى نستغل المضامين في هذه الزيارة هل لمست أنه قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعاد معينة في هذه العلاقة إلى أي حد قد تذهب في هذه العلاقة؟ لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس أوباما مستعدة للذهاب بعيدا في التعاون الاستراتيجي مع كبريات دول المنطقة وعلى رأسها إيران إن إيران مع الملف النووي تعاملت إيجابيا مع النظام الدولي لخلق حالة نظام واستقرار في المنطقة لأن الإيران كما هي تقول وجود في اليمن وجود في لبنان وجود في سوريا وجود في العراق وجود في بدون منه وعلن قد لا يكون وعلن إنما هو متحرك بفعالية في مصر وفي فلسطين وقد يكون كذلك هناك وجود في ليبيا بمقابل الوجود الآخر اليوم ما في عندك قوتين عملت تتواجه في عندك حالة اللي هي حالة ما يسمى بداعش إنما بالواقع هي القاعدة بأدواتها المتعددة النصر قاعدة بعد ما قالت إنما إنها قاعدة إذن بعد قاعدة وإذا كنت بتصالح الطالبان ما في شي بيمنع عنك لم تفك الارتباط جبعة النصر حتى الآن لم تفك الارتباط إذا بتصالح الطالبان شو بيمنع عنك تصالح القاعدة ما في شي بيمنع فمقاربة الرئيس أوباما تقول إنه نحن كنا بحالة حرب هي الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي ومن بعدها تصالحنا والمصالحة أحدثت التغيير فأنا جوابي على هذا الكلام هو أن الإمام الخامنئي ليس قربة شوف لا تخطئوا بالعنوان تعاطي بد يكون مختلف وبد يكون على نفس طويل ولا تتوقعوا إنه يكون قربة شوف قد يكون كيم جونجل يعني قد يتمكن من الحصول على القمبل بالرغم من ما هي من شروط معقدة وصعبة لأنه هكذا حصل على الامبلي لأنه كان عنده استعداد والقدرة إنه تحصل على الامبلي اليوم عم بيقولوا البنى التحتية لبناء القمبل موجودة وسيحافظ عليها من خلال التعاون يعني بد يكون واضح إنه فيه اطمئنان إنه القمبل لن تكون إذا ما فيه اطمئنان كل العلاقة مع إيران ستنهار مع هذا الرئيس أو مع السواء قبل أن أتقل إلى عنوين الصحف لأنه ما فيه حدا ضامن لإيران تبه مثل ما قلت لك الكوريا الشمالية هناك ضامن لها هي الصين إيران ما فيه حدا ضامن لها لا الروس في نيمون عليها ولا الصينيين في نيمون عليها طيب قبل الانتقال إلى عنوين الصحف هل تعتقد أن إيران فعلا لا تريد الذهاب نحو إنتاج قمبلة نووية لا أنا مقتنع أنه إيران أنه الإمام الخمانئي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية معا بحكي بصفته ولي الفقيه لأنه هذه صفة أخرى طبوية مختلفة مصمم أن يكون له قمبلة نووية لأنه الهند عندها الباكستان عندها ولأنه بالنسبة للشعب الإيراني من أيام الشاه كان مطلب شعبي عنفواني له علاقة بالشخصية الإيرانية الأمبراطورية موضوع يعني موضوع شعبي المطالب الشعبية هذا مطلوب موضوع شعبي حتى اللي ما بيحبوه هل يضبه حتى جماعة الشاه حتى جماعة بختيار اللي أكبر على الشائر الإيرانية هي عشائر بختيار مثل الدليمية عند أهل الصنة في الأنبار فقط التوضيع كلهم بيقولوا فيه إجماع على موضوع لماذا نحن معنا السلاح هذه تأتي من الإشرق باب والشموخ بالنفسية الفارسية علما أنه طبعا الإمام الخامنئي ما أنه فارسي معتبار أنه لو تحط اللف في السوداء بتكون من أهل البيت إذا من أهل البيت ده تكون عربي من عمنا فما له علاءة بالفرصة على كل حال يعني موضوع المطالب الشعبية الإيرانية هي متعلقة فقط بامتلاك التقنية النووية لأغراض سلمية وهذا مطلب صحيح مطلب جماهيري إيراني عارم وهناك إصرار عليه إن كان من ناحية السياسية أو من ناحية الشعبية موضوع السلم هذا حق موضوع السلم في إجماع عليه وفي تعاون بالاتفاة موضوع القنبلة النووية يعني حتى الآن حتى الآن لا من خلال لا من خلال استطلاعات الرأي ولا من خلال التحليلات والاستنتاجات تم الحديث عن موقف شعبي يطالب بإنتاج قنبلة نووية إيرانية أهم شيء القائد الأعلى هو عم بيقول وعم بيردد بالأمس أنه مشوارد مثل ما بالماضي كان مشروعنا سلمي سيكون في المستقبل مشروعنا سلمي إنما كنت تسمحوا لي ما سدوا لأنه ما بسدوا على كل حال سأنا لو كنت محل وكنت تعملت ذات الشيء وهذا يعني رأيك سنتوقف الآن مع عنوين بعض الصحف العربية ومن ثم نعود لاستكمال هذا الحوار أهلا بكم التطورات الميدانية في اليمن وتحديدا في عدن العنوان الذي تصدر أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم نبدأ جولتنا على أبرز هذه الصحف مع صحيفة الديار اللبنانية التي كتبت في الشأن الداخلي اللبناني المعركة أصبحت مسيحية سنية بعد تصريح المفتي داريان جلسة الخميس إما التوافق وإما الانفجار والعصيان المدني أبو فعور أبلغ سلام رسالة من جملات بالتمديد لرئيس الأركان السعودية أهدت اليمنيين قنابل ودمارا في عيد الفطر قناصون مرتزق قلب موازين القوى في عدن العاهل السعودي استقبل خالد مشعل في أول لقاء بين الجانبين منذ سنوات وعشنطن قاسم سليماني سيبقى على لائحة الإرهاب الأمريكية صحيفة الثورة اليمنية كتبت في أبرز عنوينها غنموا أسلحة ضقيلة ودمروا أليات عسكرية الجيش واللجان الشعبية يكبدون عناصر القاعدة والمرتزقة خسائر فادحة مصدر عسكري في مزاعم أعلام العدوان السعودي حول أحراز العناصر المأجورة أي تقدم في عدن مجلس الأمن الدولي يرحب باتفاق السلام الليبي من الثورة اليمنية ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية وفيها الوفد الوزري العائد الأولوية لمباشرة العمل الحكومي بعد تحرير عدن المقاومة تعد لمعركة العند أردني من مواليد الكويت يشتبه في كونه من الذئاب المنفردة إرهابي تانيسي كتب قبل أعوام اسمي سيحدث هلعا في كل أمريكا أما صحيفة الجريدة الكويتية فعنونت عدن محررة كلها وصالح يقر بالهزيمة السهم الذهبي تستهدف في اتجاه العند كويتي المولد يقتل أربعة من المرنز الداخلية الإرهابي أردني الأصل زار الميلاد مرة واحدة نتابع هذه الجولة مشاهدين على أبرز عنوين الصحف ونصل إلى صحيفة الخليج الإماراتية وفيها عدن تعود للحياة بعد تحريرها بالكامل صالح ينقلب على الحوثيين والمقاومة تستعد لمواجهة العند الجوية مقتل ستة واعتقال خمسة عشر من مثري العنف محاولة إخوانية لإفساد العيد في مصر ونختم مع صحيفة الوسط البحرينية التي كتبت الحكومة اليمنية تعلن تحرير عدن بعد أربعة أشهر من القتال والمعارك مستمرة كاميرون الاتفاق لا يعني وقوفنا مع إيران أوباما يبحث مع وزير الخارجية السعودي تدعيات الاتفاق النووية مع نوين صحيفة الوسط البحرينية نصل إلى ختام هذه الجولة على أبرز عنوين الصحف عودة إليك بالحمل متابعة برنامج آخر طبعة شكرا للزميل أحمد عبد الله على هذا الاستعراض السريع لعنوين بعض الصحف العربية سيد روجية كما استمعنا الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن قاسم سليماني سيبقى على لائحة الإرهاب هل يعتبر هذا بداية للتراجع الأمريكي لأن هناك حقيقة مخاوف إيرانية عبر عنها أيضا مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خمينئي قال أنه لا يمكن الوثوق في بعض الدول في السوداسية الدولية وأعتقد أنه الكلام مقصود به الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت عن أكثر من اتفاق أو تفاهم مع إيران مصدر إعلامي قد يكون غير دقيق لأنه هذه مش معطياتي هني لم يتحدثوا بالاتفاق الجانبي أو بالاتفاق باللحظة الأخيرة اللي حكينا عنه لم يتحدثوا عن إخراج من لائحة الإرهاب أي تنظيم أو أي شخص تحدثوا عن إعفاء قاسم سليماني وفيلق القدس من العقوبات فهذا لعب على الكلام بالنهاية عم بيواجه كونغرس خلال ستين يوم قد يكون هذا الملف من أدق الملفات ومن أصحابها للتمرير لذلك يشوشون على بس بالنهاية المعلومات بلا تكون دقيقة تعاون قائم قائم فعلا في العراق وقائم حتى في سوريا وحتى في القلمون وهنا من هيك حتى من مطار من مطارات لبنان بيطلع شيء وبيضرب بآن واحد بتكون المواجهة دايرة بالقلمون وأشرت إلى ذلك أكثر من المرة بمداخلات مؤخرة فالتعاون قائم لأن هذا التعاون غير قانوني وممكن يلاحق به الرئيس نحن هلأ بمرحلة رمادية لا سوداء ولا حمر طيب وهنا المخاوف حقيقة يعني التي يعبر عنها بعض المحللين كان في إيران وخارج إيران من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الالتفاف على بعض بنود الاتفاق لسبب معين وهو جذب الكونغرس أو كسب موافقة وتأييد الكونغرس الأمريكي لا يمكن الالتفاف فعلا على الاتفاق لا من هذا الفريق ولا من ذاك إنما قد يكون هناك محاولة لإقناع أولا الحلفاء العرب لأن الحلفاء العرب مصممين على أن يكون لهم ما لإيران يعني البنى التحتية النووية التي تمكن إيران في أي لحظة بعد عشرة بعد خمسة أو بعد خمسة عشر عام من أن تنتج السلاح النووي إن هي شاءت إنتاجه كما هو الحال بالنسبة لألمانيا أو كما هو الحال بالنسبة لليابان هذا كل دولة عربي قادرة في المحيط بنوحات في الخليج ما عم نحكي بس عن المملكة العربية السعودية فيها تكون الأمراض فيها تكون دول أصغر بس عندها الإمكانيات تركيا ما فيها تبقى ما تكون حاضرة وجاهزة مصر ما فيها تبقى وعلى فوق أرخص الأسلحة المنطورة هي الأسلحة النووية لتوازن القوى إنما ما نخشى أننا في هذا العالم الذي ولدت فيه فكرة الأرماجدون يعني نهاية العالم ولدت بالتوراة وراحت على الإنجيل وبقت بالقرآن الكريم نهاية العالم بنخاف من النووي بنخاف من أنه ما تمكن الغرب من ضبطه بين الروس وبين الأمريكان أو بين الأمريكان والصينيين اللي هن كتير عقلانيين واللي بياخدوا عنده النفس طويل النفس بيمر من قرن إلى قرن ببلادنا هنلي الرؤوس تحمى بسرعة ولأنه في الأرماجدون له علاقة بالله وعله علاقة بالآخرة ونصير كلنا ملايكي بخاف من النووي على طريقة الأفلام الهوليوودية نعم بخاف من النووي لو نهي بثقافتنا الأرماجدون بثقافتنا إن كنا يهود أو مسيحيين أو إن كنا مسلمين وكلنا أسلم لإله إبراهيم طيب على كل حال يعني يجدر الخوف في الحقيقة من إسرائيل التي تمتلك أكثر من متى الرأس نووي التي تشكل خطر الأكبر على المنطقة وأمنية نعم لذلك لابد في نهاية المطاف الأولوية أولا لعدم من هنا أهمية الاتفاق أنه يتنفذ جديا وإن لم ينفذه جديا الرئيس أوباما بيكون خسر الإرسل الذي يتركه على اسمه ومن سيأتي من ورائه إن كانت هيلاري كلينتون أو سواها في الحزب الديمقراطي أو إن كان جيب بوش أو سواها في الحزب الجمهوري سيكون متشددا في هذا الموضوع إنما من ناحية أخرى لن يتردد العرب ولا الأتراك ولا سواهم من بناء ما تمكنت من بناءه إيران واعترف النظام الدولي بحقها بذلك ومن هنا يبدأ البحث الجدي بنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط حتى إسرائيل ليست بحاجة للسلاح النووي قد تكون في عام الخمسينات بحاجة لهذا السلاح الذي قدمه لها الفرنسيون لأنها شاركت بحرب الستة وخمسين حرب السويس وهذا كان شرط بن جوريون للمشاركة في الحرب ضد الرئيس عبد الناصر بالستة وخمسين إنما هذا الحال اليوم لا يحمي إسرائيل ما يحمي إسرائيل بالواقع أن يكون على الأقل المحيط العربي الإسلامي على تعدد الدول الإسلامية كما هو إسرائيل منزعين السلاح النووي على كل حال يعني لابد أيضا من الحديث خلال هذه الحلقة عن طبيعة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الاتفاق النووي إسرائيل المنزعجة والتي تكاد تنفجر إنجاز التعبير من انزعاجها بسبب هذا الاتفاق عن خيارات المطروحة أمام إسرائيل وأيضا بعض دول الأخرى القلقة والمرتابة في المنطقة ولكن اسمح لي أن أتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل ونواصل ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيبة أيضا بالسيد رجائد رئيس حزب السلام اللبناني الذي يرافقنا في هذه الحلقة من آخر طبعة لكن مشاهدين قبل استكمال هذا الحوار نتوقف مع فقرة الحدث الشرق الأوسط توقف معارك الأنبار والاكتفاء بحصار الرمادي في وقت تضربت فيه الأنباء بشأن أسباب توقف معارك الأنبار بعد التقدم السريع الذي حققته القوات العراقية بقيادة قوات النخبة باتجاه مدينتين الرمادي والفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار فأنه طبق للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصدر أمني مسؤول فأن توقف المعارك جاء بسبب نصيحة أمريكية مفادها أن تنظيم داعش انسحب كثيرا باتجاه التمركز في المدن وبين السكان من أجل تحقيق هدفين الأول يتمثل في اكتمال وصول تعزيزاته من المناطق الأخرى لا سهم الموصل وسوريا لخوض معركة فاصلة مع القوات العراقية والثاني عرقلة أي تقدم للقوات العراقية بسبب وجود أعداد كبيرة من المدنيين في الفلوجة تحديدا وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن الجانب الأمريكي تولى من خلال طلعات الجوية قطع إمدادات داعش لكنه يواجه تكتيكا جديدا بات يستخدم هذا التنظيم وهو جلب إمدادات بسيارات مدنية تتكون من سيارة أو سيارتين وغالبا ما تحمل بعض المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء لكي لا يتم استهدافها من الطيران الحياة سكان عدن يعودون إلى بيوتهم أعلن نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض عدن مدينة محررة كما أكد بحاح أن حكومته ستعمل على تطبيع الحياة في محافظة عدن وسائر المدن المحررة وإعادة تأهير البنى التحتية والعمل على عودة النازحين وقد علمت الصحيفة أن ديبلوماسيا أمريكيا رفيعا التقى في القاهرة يوم الخميس أول من أمس قيادهين من حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بهدف التوصل إلى اتفاق في شأن انسحاب قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح وأكدت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية للصحيفة أن ديبلوماسي اجتمع مع وزير الخارجية اليمنية الصادق أبو بكر القرابي والأمين العام للمؤتمر الشعبي عارف زوكا ورئيس الكتلة البلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي ياسر العوضي بهدف الاطلاع على نتائج الاجتماع الثلاثي الذي ضم ممثل الحثيين وصالح مع ممثلين أمريكيين في سلطنة عمان في أيار مايو الماضي وأشارت إلى أن الجديد في المحادثات في القاهرة هو تخلي علي صالح عن القيادة الحثية تماما كما تطرقت المحادثات إلى ضمان خروج آمن للرئيس السابق من اليمن وتسليم قيادة قوات الحرس الجمهوري للحكومة الشرعية في الأيام القليلة المقبلة لوموند فرصة للسلام في الشرق الأوسط بقلم وزير الخارجية الألمانية فرانك شتاين ماير أكد وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاين ماير أن اتفاق فيينا انتصال للعقل السياسي وللمثابرة ورأى في مقال له أنه ربما تمكن الاستفادة من زخم الاتفاق لإطلاق محاولات نزع فتيل صراعات أخرى خطيرة في المنطقة هذا يبدو ملحا في سوريا أكثر من أي مكان آخر حتى الآن كل جهود الأمم المتحدة للدفع في مسار تسوية سلمية قد فشلت ذلك أساسا بسبب الانقسام في مجلس الأمن وتضارب مصالح روسيا والولايات المتحدة على دول الجوار أيضا أن تلعب لعبتها على رأسها تركيا والسعودية لأن لديهما مصلحة في أن لا تنهار سوريا بالكامل كذلك هناك حاجة لمشاركة إيران بصورة بناءة في حل سياسي ما يحصل في سوريا له حل واحد على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد حتى الساعة قد يبدو ذلك بعيدا جدا لكن اتفاق فيينا يظهر أن تسوية السلمية للنزاعة ممكنة إذن كما استمعنا اتفاق فيينا يظهر بأن النزاعات السلمية أو الاتفاقات السلمية للنزاعات ممكنة في المنطقة منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لإسرائيل المنزعجة كما ذكرنا قبل قليل من هذا الاتفاق ما هي الخيارات المتاحة أمام إسرائيل لإفشال هذا الموضوع كان في الكونغرس أم خارج الكونغرس أولا في إسرائيل شئنا أم أبيناه هناك نتنياهو وأكثرية معه حتما ضد الاتفاق إنما في أقلية لبرالية مع الاتفاق بداخل إسرائيل بداخل إسرائيل وفي واشطن ولكن لأول مرة نجد توحد توحد بين كل التيارات في داخل إسرائيل ضد موضوع معين وهو موضوع رفض الاتفاق نوت نعم إنما هذا من النادر أن يحصل في الداخل الإسرائيلي هذا ما يقال إنما بالواقع لم يتمكن نتنياهو بالرغم أنه مد يده إلى هرزوغ لإقامة حكومة اتحاد وطني ليتمكن من مواجهة هذا الاتفاق لم يتمكن من ذلك إنما في واشنطن فيه لوبي اسمه إيباك اللي هو اللوبي الرئيسي اللي تابع بالواقع للحكومة صحيح هو مؤثر جدا هو مؤثر جدا فيه على يمينه فيه على يساره على يساره في جي ستريت جي ستريت جي بالفرنساوي جي بالإنجليزي جي ستريت هو متحرك بفعالية وبقوة وبدعم من الرئيس ومن الحزب الديمقراطي ومن المجتمع اليهودي اللي بيصوت بأكتريته ديمقراطي يعني بيصوت بأكتريته مع الرئيس أوباما حتى يواجهوا اللوبي اللي هو يتمثل بالمعارضين للاتفاق إسرائيل بالنهاية بيهمة كذلك إذا كان ما نجحت بوقف الاتفاق في الكونغرس اللي ما بيوقف الاتفاق 100% على فوق بالكونغرس لا يوقف إلا جزء من الاتفاق وبيصور في رد عليه إيراني إنما يوقف جزء من الاتفاق الاتفاق سيسبت يوم الاثنين في مجلس الأمن الدولي بالإجماع أو بشكل الإجماع في مجلس الأمن الدولي لذلك إن خسروا هذه المعركة يبقى لهم أن يفاوضوا بمكاسب لأنه بالنهاية الإسرائيلي خذ وطالب أو طالب ثم خذ إذا كان ما حصلت على المطلب البدكية هذا قناعتي في هذا الموضوع يعني البديل صفقات أسلحة من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل أكيد بيكون أسلحة وأمور متطورة أخرى فنهائيا إسرائيل تأخذ مكاسب عندما تخسر معركة طيب هناك من يقول بأنه من الخيارات المطروحة أيضا أمام إسرائيل الذهاب إلى التقاطعات مع بعض الدول الرافضة والقلقة والمرتابة من هذا الاتفاق النووي مثل المملكة العربية السعودية والعمل والتنصيق والتعاون لإفشال هذا الموضوع أو للوقوف والتصدي لتمدد النفوذ الإيراني كما يقولون هذا ليس سر أن المملكة العربية السعودية والدول العربية بأكثريتها الساحقة غير راضية عن السياسة الإيرانية لتصدير النفوذ الإيراني في العالم العربي هذا ليس سر المملكة العربية السعودية تقود هذه الحملة لأنها بمركز قيادة أكثر من أي يوم المضى نظرا لشخصية الملك سلمان أنا أسميه بالهاشتاك سلمان ملك الحزم لأنه يتمثل بثقافته حتى لمن كان من 30 سنة بعبد العزيز مش بأشقائه أولا عبد العزيز صحيح ولكن هذه السياسة السعودية ليست وليدة حقبة الملك سلمان كانت قبل ذلك أيضا يعني الخلافات مع الجمهورية الإسلامية تقريبا بدأت تظهر بشكل واضح وجلي مع بداية حكم الرئيس أحمد نجات فيه مثلا الملك عبد الله بالرغم من الكلام اللي صدر عن الرئيس بشار الأسد إجه زار الرئيس بشار الأسد تذكر كلام يا أشباه الرجال ولا رجال إجه عند الرئيس الأسد ثم إجه إلى بيت الوسط في بيروت وصعد الحريري عمر رئيس حكومي إذن كان هناك مروني لن تجدها مع الملك سلمان الملك سلمان يتمثل بعبد العزيز وما يخشاه الأميركيون هو أن يبادر إلى مواجهة إن تحدته إيران مباشرة مع إيران ولذلك كان تدخل أميركي حقيقي لتفادي هذه المواجهة عندما أتت بالتيودور روزفيلد حاملة الطائرات لمواكبة البواخر الإيرانية اللي كان جاي إلى عدن ولتعيدها إلى إيران لتلافي فرط المفاوضات من جهة بس أهم من هيك مواجهة مباشرة فين يقول أكثر من هيك مسألة الطائرة مسألة الطائرة صار فيه تدخل لعدم إطلاق النار على الطائرة ضرب المدرج بس كان هناك تدخل كمان من قبل الأمريكان بالمفاوضات مع الإيرانيين أنه ما تستفز السعوديين ما عادوا استفزون لا بحران ولا جوان طلبت هذا الكلام أن الإدارة الأمريكية طلبت من السعوديين طلبت من الإيرانيين أنت تحدثت عن عدم ضرب الطائرة الإيرانية طلبت من السعوديين عدم ضرب الطائرة الإيرانية طلبت من الإيرانيين ما يحجي لمواجهة السؤال سيد روجي هل كانت تنوي في الأصل المملكة العربية السعودية ضرب الطائرة مع ما سيحصل من تبعات في هذا الأمر ربما تفتح مواجهة مباشرة عسكرية مع إيران هل كانت مستعدة تريد المواجهة المباشرة وإن لي من رسالة وللتاريخ أنصح أن لا تجرب إيران الملك سلمان لأنه يتمثل بعبد العزيز وهذا ما بدي أقول أكثر من هذا طيب فيما يتعلق بالتصدي لإيران ولهذا الاتفاق النووي هل ستذهب المملكة العربية السعودية أو تذهب إسرائيل إنجاز التعبير إلى تنسيق وتعاون مع السعودية مثلا لا أعتقد لأن أول شيء المملكة العربية السعودية في علاقتها مع الكونغرس الأميركي بنظري اليوم غير فعالي علاقتها مع الإدارة ومع شخصيات في الكونغرس أكيد فعالي مع النظام الجمهوري الحزبي مع النظام الصناعي فعالي إنما ما فيه لبي اليوم في واشنطن فيني سميه لبي عربي يدعم السياسة العربية لا السعودية ولا غير السعودية إذا أخذ هون منظمة وراء منظمة أهمها المنظمة هي اللي بيتربي أسهد جيم زغبي واللي كان يعتمد عليها بالقضايا الفلسطينية والقضايا العربية إجمالا هي اليوم مش بس مع الاتفاق ضد السياسة العربية ففي عندك مشكلة من ناحية هذه في توظيف رأسمال في اللوبيينج في الولايات المتحدة الأمريكية قامت في إيران وقامت في سوريا الأسد ومؤخرا بالرغم من ظروف الصادية الصعبة من خلال حلفائها من الذين استفادوا ماليا منها إنهم من العائلة أو من خارج العائلة إنهم من لبنان أو من سوريا وهم يوظفون رسميل جدية في التأثير على القرار في واشنطن فهنا إن كان هناك من فعالية وانتصار في السياسة تسويق العلاقة مع إيران والتسكير والتسكير عيدة هذه بأن المملكة العربية السعودية لم تحل كل مشاكلها بعد 11 أيلول في العلاقة مع المتحدة الأمريكية ولن أضيف لأنه هذا فيه كتير حديث هذا يعني أنه على صعيد الفعالية التعاون الإسرائيلي السعودي بأمريكا لا يعني شيء لأنه النفوذ الحقيقة هو لإسرائيل في الكوميس على كل حال أكثر من مسؤول سعودي صرح بشكل علني عن وجود تنصيق عن وجود زيارات متبادلة بين مسؤولين سعوديين ومسؤولين إسرائيليين وإسرائيل أيضا تحدثت عن احتمال في المستقبل أن يكون هناك تنصيق وتعاون في التصدي لإيران لا بسعف عفوا هنا لا أريد أن أضيع وعتي خلال أحكي بوضوح أكثر هناك بوضوح أكثر في تعاون استراتيجي مصري إسرائيلي هذا التعاون الاستراتيجي لم يبلغ في أي يوم مضى المستوى الذي بلغه اليوم هذا التعاون الاستراتيجي طيب ليس بالشيء جديد من هو تعاون التعاون المصري الإسرائيلي ليس بالشيء جديد لا لا هناك سفارة أقول تعاون استراتيجي هناك سفارة لتل أفيف وما في سفارة في القاهرة وما لا يصبح في سفارة لتل أفيف بالمملكة العربية السعودية طالما لم يكن هناك سلام لأنه لا تنسى أنه خادم الحرمين موقعه غير موقع أي رئيس دولي أفهم هذا التعاون هو تمهيد ربما لفتح السفارات لا لا من أن نعاوزين من أن نعاوزين اليوم من أن نعاوزين اليوم مواجهة إيران ليست بحاجة سعودية لإسرائيل تواجهها مباشرة إن في اليمن إن على الأرض إن بدعم من يخاصمها ومن تخاصمه أو ب مثل برج العيد بإمكانية الاعتداء المباشر بسبب التفوق الجوي جميل جميل هذا الكلام التفوق الجوي التفوق الجوي واستعداد المملكة العربية السعودية لمواجهة إيران ولكن المملكة العربية السعودية بعد أكثر مئة وعشرة أيام من الحرب على اليمن لم تستطيع أن تحقق أي شيء واليمن هي دولة واسمح لي اليمن هي دولة بإمكانات عسكرية ضئيلة جدا مقارنة من الجمهور الأول شيء لإمكانيات السعودية باليمن وإمكانيات علي صالح بن السعودية إن الموضوع مش هون كمان نعرف معركة كوباني أخذتنا الوقت لأنه يكون الضربة من الجو معركة كوباني ضيعة مش مش بلد في سبعين عشيري كل عشيري دولي وفيه ست دول على الأقل إذا بدك ترجع تنظمها بشكل كونفدرالي أو مقسم اللي هي اليمن إنما ما نتسلى بهذا الموضوع خلينا نكون واقعيين اليوم الحروب الحروب بالواسطة هذه فيها الدوم عشرات السنين نحن في لبنان بعدنا عايشين من 40 سنة حروب بالواسطة سميناها بنعومة بنعومة وبزكاء ودهاء الله يرحمه غسان ثمين حروب الآخرين اللي نحن كمان جزء منها خلينا نكون واقعيين نحن هل نحن ذاهبون إلى انخراط إيران في النظام الدولي وليمكن أن تنخرط فعلا بدون مصالح جيرانها العرب والمسلمين وبدون هذا ما طلبته إيران في البداية إيران حتى الآن حتى بعد الاتفاق النووي قالت بشكل واضح أن هذا الاتفاق هو رسالة سلام لجيراننا في المنطقة اليد ممدودة لكل الدول على رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية بينما ماذا قالت المملكة في المقابل قالت المملكة وبالأمس تصريح وزير الخارجية السعودي عادل جبير ماذا قال قال في حال تمادت إيران أكثر ستكون السعودية لها بالمرصاد وهذه رسالة تحدي يعني على عكس الرسالة الإيرانية بعد الاتفاق 180 درجة شوف خلينا نكون محقين كل دول الخليج دون استثناء بما فيها المملكة العربية السعودية رسميا رحبت بالاتفاق ما أضافه وزير الخارجي الذي هو دقيق جدا وليس من كبار الأمراء ليس فاتح على أسان ولكن المملكة كان لها رأي مختلف في موضوع الاتفاق صحيح كان هناك ترحيب إماراتي ترحيب من قبل سنطرة عمان من بعض الدول الخليجية الأخرى إنما المملكة كان لها رأي تقريبا متحفظ نوعا ما وقالت بأنه يجب تطبيق يجب تطبيق بكل بنود الاتفاق بي حاذفيري كما أنا أقول وكما يقول رئيس أوباما وكما يقول كل إنسان يرحب بالاتفاق شرط أن ينفذ الاتفاق وشرط أن يحقق الاتفاق الهدف منه الذي هو مصالحة إيران مع النظام الدولي وانفتاح الإيران السياسي والإنساني والاقتصادي على محيطه وعلى العالم لماذا أبدت ارتيابا؟ وهذا هدف الرئيس أوباما بالأصل هو الاتفاق أتحدث عن المملكة لماذا أبدت ارتيابا في الأساس من هذا الاتفاق بالرغم من أنه هذا الاتفاق كما تقول الإدارة الأمريكية يمنع إيران من امتلاك التقنية النووية هل الخوف من التقارب الأمريكي الإيراني على حساب المملكة العربية السعودية في المنطقة صعب جدا أنه يصير على حسابه لهذا الدرج لا إنما خلينا لك الجوابي جوابي ما تعطي جوابي عني أعطيك جوابي فضل لأننا جوابي سيكون دقيق وواضح فضل ولكن باختصار باختصار أنا بالنظري اللي سمعناه بالأيام الأخيرة إن من الرئيس أوباما اللي أتذكر بالخيار العسكري أنه بعده خائم من بارحة بالأمس زيارة أشتين كارتر اللي هو أكثر الشخصيات في الحكومة الأمريكية جدية واحتراما بالكونغرس من اليمين ومن اليسار في الكونغرس حتى الحزب الجمهوري بالإجماع صوت معه وزيارته للسعودية وللأردن وللإسرائيل هي لتطمين وبآن واحد للتعاون من أجل التطبيع على الأمضة الطويل مع إيران يعني إيران عمل يتعاطوا معها بشكل شبيه بالشكل يتعاطوا مع الاتحاد السوفيتي بعد التغيير في الاتحاد السوفيتي أنا بذكر أنه الرئيس نيكسون لأول زيارة عاملة بعد ما غادر الحكوم ورح عاش بالنيويورك بيعملها لواشنطن بيعمل خطاب ساعة كانوا تحضرين على هالغدا كانوا تحضرين كل الشخصيات المؤسرة في السياسة الأميركية من أخصامه مش بس من أصدقاؤه وكلهم يصفقوا له وقوفا كل ثلاث دقائق لأنه كان عمل يدعي لدعم الاتحاد السوفيتي بالتغيير بـ 40 مليار دولار دفعة أولى شكرا جزيلا لك على كل حال يعني الأيام المقبلة ستكشف في الحقيقة مألات ومسارات الأمور والتغييرات التي ممكن أن تحصل الخيارات المتاحة لكل من إسرائيل المملكة العربية السعودية هل ستطبق الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هذا الاتفاق تداعياته كل هذه الأمور ستكشف ربما في المرحلة القادمة أشكرك تفعله بالخير تجدوه بالطبع أشكرك جزيل الشكر السيد رجائد دي رئيس حزب السلام اللبناني شكرا لك على هذه المشاركة معنا وبالطبع الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة